اهلا بكم من جديد لليوم الثاني على التوالي لم تسجل الصين اي اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في حين ارتفع الى 39 عدد الاصابات اليومية بين وافدنا الى البلاد واصبحت ايطاليا الدولة الاولى في العالم من حيث تعداد الوفيات بالفيروس مسجلة اكثر من 3400 وفات وفي اسبانيا قال مسؤول الطوارئ الصحية فرناندو سيمون ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ الفا واثنين من الوفيات بالمقارنة الى 767 حالة وفاة في اليوم السابق واضف سيمون ان عدد المصابين قرب 20 الف اصابة قال معهد روبرت كوخ الالماني للصحة العامة ان عدد حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في المانيا ارتفع الى نحو 3000 حالة خلال يوم واحد ليصل الاجمال الى ما يقارب ال 14000 واضف المعهد بان عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 31 شخصا بارتفاع 20 حالة مقارنة مع يوم امس وفي ضوء هذه الارقام خصصت الحكومة الاتحادية الالمانية حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 500 مليار يورو لدعم الشركات وانقاذها من خطر الافلاس حيث سيضخ جزء من هذا المبلغ مباشرة في رسامين الشركات هذا واعلنت المانيا بدء العزل الكامل على اكبر ولاياتها بافاريا كما وفرضت قيودا على مغادرة المنازل تحت طائلة الغرامة ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الى 205 اشخاص وبلغ عدد الاصابات نحو 14 الف اصابة وسجلت ولاية واشنطن اكبر عدد من الوفيات بينما اصدر حاكم كاليفورنيا قرارا للسكان البالغ عددهم قرابة ال 40 مليون بالبقاء في منازلهم كما رفعت وزارة الخارجية الامريكية تحذير السفر للدرجة القصوى وحثت المواطنين الامريكيين في الخارج على العودة الى البلاد تعيش فرنسا منذ عدة ايام حظرا عاما لعدم انتشار فيروس كورونا يمنع فيه المواطنون من الخروج الا في الحالات الضرورية وفي حال الخروج يجب على المواطن التوقيع على ورقة تشرح سبب التواجد في الشارع وإلا سيكون عرضة لمخالفة قيمتها 135 يورو مرسلنا في باريس زار عائلة واستفسر منها عن بعض من يوميات الحظر العام انطلقنا من العاصمة نحو الضاحية الباريسية نقاط التفتيش في كل مكان اوقفتنا دورية امنية ابرزنا للشرطي اثباتا باننا في مهمة عمل لا يمكن ان تنجز عن بعد سمح لنا بالعبور بعد تأكده باننا لم نخرق الحظر العام المفروض على كامل الاراضي وصلنا الى مدينة كاشون هنا حيث التقينا عائلة تتألف من ام وابنها وابنتها يعيشون زمن الفيروس والحظر عبدالوهاب يعتبر ان الحجر عطلة مريحة بالنسبة للحجر الصحي انا بالنسبة لي معتبر عطلة متسلي يعني مثلا بطور قدراتي مثلا بشتغل على الفوتوشوف او على الاستريتر او على بقوة خبرتي بهالقصاص تالى بدورها لم تجد سوى الرسم ضالة لقتل الوقت الذي طرأه دون موعد دانيا اكملت لوحة تقليل البازل المعقدة هذه في ثلاثة ايام فهي تملك الوقت الكافي لذلك هل باستطاعة تكون انتم هون اليوم بالبيت ان تستمروا في الحظر داخل المنازل لأكثر من اسبوعين بصراحة هي خنقة وصعبة الولاد بيطلعوا دائما على المدرسة بيعملوا اكتيفيتيز في حركة نحس حالنا محبوسين بالبيت وانا كمان بطلع بروح بدروس نحس حالنا محبوسين كتير صعبة بس امر مفروغ منه ومضطرين ليس بس علينا على كل العالم قررت العائلة الخروج وفق المسموح لشراء بعض حاجياتها وقعت دانيا على اذن الخروج ومشت العائلة نحو المتجر حيث حافظ كل فرد على مسافة متر واحد بينه وبين الاخر وهكذا انقضى يوم من ايام حظر عام لا تعرف متى ستنتهي محمد الحجي العربي فيروس كورونا وبالعودة الى تطورات فيروس كورونا في فرنسا ينضم الينا من باريس مرسلنا محمد الحاجي محمد اريد ان اسألك عن مدى تحمل المواطنين الفرنسيين لكل هذه الاجراءات التي فلنقل انها اجراءات قصرية يومية تحد من تحركاتهم نعم بالفعل المواطنون باقوا ذرعا من البقاء في البيوت خاصة وان التقص بدأ يتحسن وكما تعلم كمال الفرنسيون مع التقص الجميل لا يمكن يبقوا في البيوت لكنهم مرغمون على ذلك حتى ان كان هناك في صباح اليوم اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى تم طرح موضوع تمديد الحضر الى ست اسابيع وهو ايضا ما يعني زاد من غضب الفرنسيين خاصة وانا تكون ما ترى بان الشعب الفرنسي لا يتقيد بيعني معايير المدنية الصحية بحسب الرئيس الفرنسي كما ان السناتر الميز الشيوخ الفرنسي قد تبنى ايضا شهرين من الطوارئ الصحية وهذا ايضا زاد من حدة الاجراءات الصحية في فرنسا والتضييق على المواطنين طيب باختصار شديد ماكرون يقول ان العدوى في بدايتها ما الذي يعنيه ذلك؟ يعنيه ذلك انه يريد ان يبقى الشعب الفرنسي في بيوته لا يمكن للطاقة الاستعابية للمستشفيات والخوادر الصحية ان تستوعب اكثر مما استوعبته في الايام الاخيرة وهناك خلق كبير من ان تتحول فرنسا الى سيناريو ايطالي وهذا ما يقلب يقلب ماكرون نعم مرسلنا في باريس محمد الحاجي شكرا جزيلا لك العرب اليوم استمر مرسلنا في باريس نتوقع